يستطيع السحر أن يحرك حجراً لكن لا يستطيع بناء هرماً ويضع قمته تحت نجم أو كوكب هناك علوم قوى من السحر قوى من قوة الجن والشياطين لا يمكن لقوم عاد أن يبنو هرماً مهما كانت قوتهم ووضع قمة ثلاثة هرام تحت ثلاث كواكب ولن يستطيع السحر أن يرسم بدقة ممرات الهرم وأن يجعل لشعة فوق البنفسجيات تتحكم فى داخل الهرم وتحكم بحكامها بصمة الخالق فالملكوت تظهر فعلوم خفية علوم انتهت واختفت لا نعرف كيف كيف بنيت الأهرامات بتلك الدقة حتى الجن والسحر لن يبنو أهراماً بتلك الدقة والنظام كيف جاء عرش بلقيس في ألمح البصر وما هو علم الكتاب كيف عرف الخضر ما أخبر به موسى كيف خفاذ القرنين يأجوج ومأجوج عن البشر كيف يصعد نهر النيل ألا أعلى فالكرة الإردية كيف يحطم قوانين الجاذبية ويصعد لأعلى كيف يلتصق الماء بالكرة الإردية دون أن يقع هل لها فعلاً كرة أم نظرية الأرض المسطحة تنهي الجدل حول سديد القرنين ونهر النيل عقول البشر لا تستطيع استيعاب كل العلوم دائماً ما يجهلونه ولا يستطيعون تفسيره يحوله للسحر والجن والكائنات الفضائية أو قوم عمالقة لكن التعرف أن نيقولاتيسلا كان سينقل الكهرباء لاسلكياً وأنه كان سيكتشف العلوم المنسية المحرمة تابعنا لنستكشف سوياً تلك الشياء الغامضة ونزيح عنها الستارة دع عقولنا تنطلق انتظرونا